مدرستي 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 يا مدرستي عققت فيك أميتي قضيت أجمل أوقاتي في رفوعك مدرستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف خالكم زملاء الأعزاء تلاميذ الصف الثاني طبتم وطاب مساءكم لنفتح الكتاب سويا ونتابع المعلمة لنحل تدريبات درس أحلى البلدان لنتابع المعلمة ونحل الصفحات ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون هيا بنا زملائي القلم معنا والكتاب وننتبه للمعلمة الرسيد اللغوي أصل بين الكلمة ومرادفها لدي الكلمات بساتين وبلدي يقابلها كلمتين وطني وحقول بساتين ماذا تعني أو ماذا نعني بكلمة مرادفها أي معناها ممتاز بساتين ماذا تعني حقول أحسنتم بلدي ما هو مرادفها وطني أحسنتم السؤال التالي أصل كل تركيب ومعناه فيما يأتي ثم أقرأ لدي في العمود الأول الجمال سوريا ماء وجنان أرو قولي للأجيال والجملة الأخيرة فثراه خير وغلال العمود الذي يقابله الجملة الأولى تربته خصبة كثيرة المواسم في سوريا أنهار وبساتين الجملة الثالثة احكوا كلامي لأطفال المستقبل نعود للعمود الأول الجملة الأولى سوريا ماء وجنان ما هي الجملة التي تقابلها ممتاز في سوريا أنهار وبساتين أرو قولي للأجيال ما المعنى الذي يقابلها أحسنتم أحكوا كلامي لأطفال المستقبل بقيت لدينا الجملة الأخيرة فثراه خير وغلال ممتاز تربة خصبة كثيرة المواسم أصل الكلمة من النص بصورة الدالة عليها لدينا أربع صور وأربع كلمات الكلمات هي بساتين غلال شلال وفاكهة بساتين أي صورة دالة عليها؟ ممتاز الصورة الثانية غلال ماذا تعني كلمة غلال؟ الكمية الكبيرة من الفاكهة وهي الصورة الأولى أحسنتم الكلمة الثالثة شلال ممتاز للصورة الثالثة أما الكلمة الأخيرة فهي فاكهة وهي التفاحة أحسنتم يا عصفيري أضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة هذه القصيدة تتحدث عن البيئة النظيفة أو جمالي وطني أو واجبنا تجاه الوطن ممتاز جمال وطني أضع إشارة صح في المربع أكمل ما يأتي إني أهوى بلدي جداً فثراه خير وغلال فيه جنات وحقول وسهول خضر وجبال فيه النهر وفيه البحر فيه النبر مع الشلال ممتاز أحسنت يا صغيري السؤال التالي أصل كل معنى مما يأتي بالبيت المناسب له ثم أقرأ المعنى الجملة الأولى أحب بلدي فتربته خصبة الجملة الثانية في بلدي البحر والنهر وشلالات الماء الجملة الثالثة بلدي تفخر به كل البلدان ويحبه الربيع أبيات الشر البيت الأول بلدي مفخرة البلدان يعشقه حتى عيسان البيت الثاني البيت الثاني إني أهوى بلدي جدا فثراه خير وغلال البيت الثالث فيه النهر وفيه البحر فيه النبع مع الشلال لنصل المعنى بالبيت المناسب له بالعودة بالعودة لحقلي المعنى الجملة الأولى أحب بلدي فتربته خصبة أي بيت يناسبه ممتاز إني أهوى بلدي جدا فثراه خير وغلال المعنى الثاني في بلدي البحر والنهر وشلالات الماء أي بيت يناسبه ممتاز الثالث فيه النهر وفيه البحر فيه النبع مع الشلال المعنى الأخير بلدي تفخر به كل البلدان ويحبه الربيع أي بيت يناسبه ممتاز بلدي مفخرة البلدان يعشقه حتى نيسان صغاري ها قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته أتمنى أن ألقاكم في درس جديد وتدريبات جديدة وحتى ذلك الحين أحييكم صغاري وإلى اللقاء